تحد الحصار والصعاب والحرب استطاع طلاب من جامعة تعز في اليمن رغم الظروف ابتكار الروبوت يعمل وفق عدة تقنيات على اكتشاف الألغام المزروعة كما أنه يساعد على حماية مهندسي شبكات الألغام من خلال تجنيبهم دخول حقول الألغام أثناء عملية الكشف أحمد هو المعيل الوحيد لأسرته لمكونة من ستة أشخاص لم يعد أحمد الآن قادرا على الحركة فإصابته بعد انفجار اللغم عليه كانت بالغة ثار اللغم بينما كان أحمد يرعى المواشي مصدر دخله الوحيد في منطقة ثعابات شرق مدينة تعز أتقدمت إلى نسافة بالوادين ومشيت لأرد بعض الأغنام وادعست واتفاقع بوجود لغم أدى إلى بتر الرقل اليومنى وإصابة الرقل اليسرى بقروح بالغة معاناة صعبة يعيشها أحمد نتيجة اللعاقة الدائمة كما هو الحال عند مئات ضحايا للغام في تعز ولأن الحاجة أم الاختراع فقد كرس مجموعة من الطلاب المبتكرين جهدهم للحد من عداد الضحايا كرس محمد مع زملائه الستة مشروع تخرجهم الجامعي من كلية الهندسة بجامعة تعز على ابتكار روبوت يقوم بعملية اكتشاف الألغام بدنا أولا نقوم بحث علمي كمشروع تخرج لكن حاولنا نثبت للناس أن البحث العلمي هذا يمكن تنفيذه على أرض الواقع لخدمة البشرية طبعا هذا يعتبر بروتتاب مصغر يمكن تطويره استلهم عامر فكرته من خطر الألغام الذي يهدد أبنى بلده بعد تفاقم حالات الوفيات والمصابين جراء انفجار الألغام والإمكانات البدائية في استكشافها ويعتمد عمل الروبوت على مقس يمكنه تحديد مكان اللغم بدقة ويطلاق مادة ملونة عليه لتجنب خطره هذا الذراع كما تشاهدون طبعا يدور بزاوية من 80 درجاء الذراع هذا محمل بتقنية اكتشاف الألغام طبعا تقنية اكتشاف الألغام احنا عملنا على استخدام تقنيتين وذلك لزيادة الدقة وتحسين الأداء فكان معنا تقنيتين التقنية الأولى التي هي اكتشاف المقالة الكهرومغاناطيسي للمعدن فاستخدمنا متحسس الميتل ديدكتور لكن هذا بحد ذاته لا يكفي لذلك أضفنا أو دمقنا تقنية أخرى التي هي تقنية الكشف عن المواد الكيميائي من خلال المتحسس وبعد النجاحات الأولى التي حظيت بها فكرة الروبوت مكتشف الألغام يطمح أحمد وزملائه في تبني عملية تطوير المشروع بحيث يدخل حيز التنفيذ مباشرة في اليمن ويسهم اكتشافهم هذا في تجنب اليمنين وغيرهم المزيد من ضحايا الحروب احمد البكاري تلفزيون العربي تعز